هذا هو العنوان الذي تصدر مساء اليوم النسخة الإلكترونية لصحيفة The Guardian البريطانية فقد كشفت الصحيفة عن حصولها على مئات المراسلات الخاصة بالرئيس السوري بشار الأسد وزوجته أسماء وعائلتها وجملة من المستشارين الخاصين وكشفت بعض الوثائق المنشورة عن رسالة وجهتها مسؤولة الإعلام في القصر الرئاسي في دمشق إلى الأسد وصفت فيها نائبه فاروق الشرع بالمهزوم وكشفت مراسلات أخرى عن عرض تقدمت به إحدى دول الخليج في يناير الماضي إلى الأسد بالتنحي عن السلطة مقابل الحصول على ملاذ آمن في الخليج وتمت هذه المراسلات من خلال زوجته أسماء وفي رسالة أخرى بدى مندوب سوريا الدائم إلى الأمم المتحدة بشار الجعفري يؤثر مخاطبة الرئيس بواسطة ابنته أي ابنة الجعفري عوضا عن التعامل المباشر مع وزير الخارجية ولا يستبعد أن تكون هذه المراسلات استمرارا لتلك التي سبق ونشرت عقب مقابلة الأسد مع بربرا وولترز من قناة ABC الأمريكية في فبراير الماضي والتي تضمنت نصائح من مستشارين سوريين في نيويورك إلى الأسد حول المقابلة ويبدو أن الرسائل المسربة هذه منسوخة من الصندوق الوارد في البريد الإلكتروني الشخصي للرئيس ومحيطي الخاص منذ الأشهر الأولى للأزمة في سوريا ومحفوظة على موقع شهبة.com